أعلن الحوثيون استهداف سفينة النفط البريطانية بولوكس أثناء مرورها بالبحر الأحمر بعددا من الصواريخ البحرية وإصابتها بشكل مباشر وأكد الحوثيون أن تلك الضربة تأتي ضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن ودعما للشعب الفلسطيني بينما أوضحت القيادة المركزية أن الهجوم استهدف سفينة كانت ترفع عالم بنما ومملكة للدنمارك ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية أو سفينة أخرى في المنطقة